أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عنصاده ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مراتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يريثني ويريث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت مراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربه علي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب ويعلني نبيا ويعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما جنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ترجمة نانسي قنقر